بدوره قال البرلماني علي المعمري أن الانسحاب المفاجئ للتشكيلات العسكرية من محيط الحديدة فتح الباب واسعا لمخاوف المجتمع المؤيد للحكومة والتحالف في بقية مدن ومناطق البلاد وضف في تغريدة على تويتر أنه لا يمكن فهم هذا التخل السهل عن الناس في الحديدة إلا باعتباره واحدة من الرسائل الصادمة التي تضرب الحاضنة الاجتماعية بإفقادها الثقة بالحكومة والتحالف وعزلها عن المعركة ضد الحوثيين